السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اليوم رح اوضح لكم افضل وقت ممكن نربي به الافراخ العرب او اي نوعية من الافراخ ان كانت البياض او اللحم او العرب البلدي مثل ما نقول افضل وقت وافضل خلي نقول فصل بالفصول الاربعة هو حسب وجهة نظري الفصل الصيف يكون افضل طبعا اكو مشكلة دائما الشباب المبتدئين دائما يوقعون بها يتوقع انه فصل الربيع او الخريف يكون الجو معتدل فيقول انا اجيب بهاي الفترة يكون افضل لا اخطر فترة هي فصل الربيع وفصل الخريف من يكون الجو متقلب هو تقول يعني ولا حار ولا بارد بس هذا الحاج يوينش وقت بالنهار بس بالليل تصل درجة الحرارة تنزل لحد العشرين يعني هاي بفصل الصي يعني العفر الربيع او الخريف فهاي مشكلة طبعا من يتربي الافراخ دائما تخيل الكتكوت هذا الصغير تكون مناعة ضعيفة يعني مثل الاطفال يعني ما يتحمل تغيير الجو من يتقلب الجو رأسا عنده يعني الظهر درجة حرارة تختلف عن الليل عشر درجات او اكثر عندنا في فصل الربيع والخريف فيفضل انه تربي في فصل يأما الصيف يأما الشتاء دائما تجنب هاي المواسم الربيعية والخريفية دائما تجنبها ابتعد من عدها حاول لتربي بيها افراخ ليش فصل الصيف افضل من الشتاء فصل الصيف ممكن السيطر عليها بمبردة اذا كانت عندها غرفة طبعا او قاعة صغيرة مبردات يعني مبرتين ثلاثة او تبريد صحراوي ما رح ياخذ من عندك كهرباء او هاي طبعا هاي احد العوامل اللي الشجعك انه تربي الافراخ في فصل الصيف العامل الثاني انه الامراض بصورة عامة البكتيرية او غيرها من الامراض الفيروسية ما تنتشر انتشارها جدا بطيء في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة خاصة عندنا بالعراق من توصل درجة الحرارة من الـ 45 يعني هو النورمال عندنا 40-55 بعض الاحيان توصل عندنا بالعراق تعبر 50 فهاي الدرجة ما للحرارة ما تخلي لا فيروس ولا اي بكتيريا ضارة اي عدوى ما راح تصير عندنا في فصل الصيف وهاي اهم اهم فقرة يعني وتخدمنا جدا في فصل الصيف ففصل الصيف يعتبر الوقت المناسب والمثالي لتربية الافراخ احب اوضح تربية الافراخ يعني الدجاج البالغ ما عندك مشكلة شو كنت باي وقت تتربيه لان ريشة كامل فيتحمل وحجمه ايضا كبير عمره اكبر من الافراخ فيتحمل اي موسم ما عندك مشكلة يعني تجيبه من عمر الشهر ينفوق ما عندك مشكلة باي وقت بس كتربية بس كتربية تربية الافراخ ربيهن بالصيف فهو يراسلون يقولون جبنا من هاي الافراخ وكلهم مات شو كنت ربيتهن يقول بالشتاء بالشتاء طبعا لان يريد تدفئ يريد غاز يريد كهرباء 24 ساعة وطنية على مد توفر للحرارة يا اما غاز يا اما كهرباء وطنية وهذا يعني كهرباء الوطنية عندنا بالعراق ما متوفرة والغاز مكلف جدا يعني ففصل الصيف هو الوقت خلي نقول المثالي لتربية الافراخ وايضا اي استفسار عن هذا الموضوع كتبولي بالتعليقات وانا اشكركم على التعليقات الجميلة وربي وفق جميلة 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 جدا